تحركات الرئاسة التونسية مستمرة في كل اتجاه وضمن أولويات المرحلة معالجة وضع تونس الصحي المتدهور فقد أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد قرارا رئاسيا باستحداث غرفة عمليات لإدارة وباء كورونا وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتلقيح بقيادة المدير العام للصحة العسكرية ووفقا لبيان الرئاسة التونسية ستتولى الغرفة متابعة مدى تطبيق الإجراءات الصحية في البلاد والقرارات الصادرة لمجابهة الوباء كما تتولى الغرفة متابعة المخزون الاستراتيجي لمستلزمات مواجهة الفيروس من مواد صيدلانية ومعدات طبية وغيرها إضافة إلى التنسيق مع مختلف الهياكل المعنية للوقوف على الإشكاليات والعمل على تذليلها وتقديم الاقتراحات للمساهمة في اتخاذ القرارات وفقا بيان الرئاسة التونسية ستضم غرفة عمليات إدارة الوباء ممثلين عن وزارات الدفاع الوطني والداخلية والشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين في الخارج والصحة بالطبع والنقل والشؤون اللوجستية والمحلية والبيئية وجهات أخرى تحرك يسعى إلى احتواء الوضع الصحي في تونس بعد أن أعلنت انهيار منظومتها الصحية مع الارتفاع المستمر في أعداد الإصابات وامتلاء أقسام العناية الفائقة مقابل النقص الحاد في المعدات اللازمة لمواجهة هذا الوضع والأكسجين وفق قائمة الدول الأكثر تأثرا بالوباء التي تصدرها جامعة جونز هوبكنز وضعت تونس في مقدمة البلدان العربية من حيث عدد الإصابات مقارنة بعدد السكان مقابل النقص الحادث